كيف ستواجهون الفساد المستشري في باكستان؟ بالنسبة إلى الفساد أتمنى أحياناً أن نتمكن من فعل مقام به الأمير محمد بن سلمان في السعودية لأن جرائم أصحاب النفوذ يصعب محاربتها لأنهم يملكون المال الوفير ويستطيعون تكليف كبار المحامين ويمكنهم تعريب أموالهم في حسابات خارجية وإرجاع هذه الأموال يكون عملية طويلة وصعبة وبالنسبة إلى باكستان شكلنا مجموعة عمل خاصة مهمتها استرجاع الأموال التي تم تهريبها من باكستان واستثمارها في عقارات بالخارج لنحاول إرجاع الأموال المنهوبة بدأنا هذه العملية الآن وبشرنا للتوب توقيع اتفاقية مع المملكة المتحدة ووقعنا أيضاً معاهدة خاصة بالترحيل كما سنعمل لتشكيل مجموعات ضغط لتأثير على دول الغرب من أجل اجتثاث غسيل الأموال أعني الأموال التي تهرب من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية فهذا يؤدي إلى تفاقم الفقر والبؤس والموت في العالم الثالث إضافة إلى الإرهاب ترجمة نانسي قنقر